جريمة طائفية بشعة هزت وجدان العراقيين من شمال العراق إلى جنوبه وقعت في منطقة الفرحاتية في قضاء بلد في محافظة صلاح الدين حينما أقدم اللواء الثاني والأربعون التابع لميليشيا الحشد على اختطاف 12 مدنياً قبل أن يقوم بإعدام ثمانية منهم ميدانياً محافظ صلاح الدين عمار جبر زاد طين بالله عندما اعتبر أن هذه الجريمة كانت عملاً جنائياً وليست عملاً إرهابياً ميليشياوياً ولم يشر في ذات الوقت إلى ميليشيا العصائب التي ارتكبتها كما يؤكد ذلك أهالي منطقة الفرحاتية بل سماها جهة معروفة موجودة على الأرض في المنطقة أخوياً جهة 42 جماعة الحصائب الضغط الشعبي على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام أحرج الكاظمي الذي زار الفرحاتية وحضر مجلس عزاء الضحايا المغدورين لكنه كان حضوراً خجولاً لا يعد عن كونه ذراً للرمد الكاظمي في زيارته لضوء الضحايا وحضوره مجلس العزاء بصحبة فالح الفيار رئيس هيئة ميليشيا الحشد المتهم الرئيس بمجزرة الفرحاتية وغيرها من المجازر الطائفية لم يفعل جديداً سوى التقاط الصور كما فعلها قبل ذلك في مجالس عزاء مغدورين على يد ميليشيا الحشد من ناشطين ومتظاهرين سلمين وهكذا تتواصل جرائم الميليشيات الطائفية في المحافظات المنكوبة بلا رادع وبلا قانون يحاسب الجنات ترجمة نانسي قنقر